موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج في المنتصف والذي نبدأه معكم بالحديث عن الملف اللبناني في ظل عودة الهدوء من جديد بعد المواجهات العنيفة التي حصلت يوم أمس بين المتظاهرين وقوى الأمن إذن صعد المتظاهرون اللبنانيون صعد من حراكهم في الشارع رفضا لحكومة حسان دياب بعدما تسبب باشتباكات بينهم وبين قوات الأمن في اليوم الثاني بعد المئة على اندلاع المظاهرات الاحتجاجية وتحولت السرايا الحكومية إلى وجهة لتحرك رفضا لحكومة حسان دياب التي تهمها بعض المتظاهرين بأنها حكومة سورية وإيرانية وآخرون بأنها حكومة مستشارية السلطة السياسية من جانب آخر هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره اللبناني ميشيل عون على تشكيل الحكومة معبرا عن أمله في أن تعمل على تحقيق تطلعات اللبنانيين وجاء موقف ماكرون في اتصال أجره مع ميشيل عون أكد خلاله وقوف فرنسا إلى جانب لبنان في سبيل المحافظة على وحدته واستقراره إلى ذلك وقبل 24 ساعة من الجلسة النيابية التشريعية العامة المخصصة لبحث مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 توسعت دائرة التعليقات بشأنها بين قائل إنها جلسة غير دستورية لمخالفتها مضمون ما ينص عليه الدستور في المادة الرابعة والستين بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان الدياب يفترض أن تعيد النظر بموازنة أنجزتها حكومة مستقلة أو مستقيلة تجاوزت مرحلة تصريف الأعمال لتتحول إلى حكومة خارج الخدمة الدستورية والقانونية وعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل أن تحفظ حزب الكتائب على جلسة مجلس النواب وأكد الجميل أن النهج القديم مستمر والحل الوحيد بالذهب لانتخابات النيابية مبكر فورا إذن المشاهدين الكرام حديثنا اليوم عن الملف اللبناني وأبرز تطوراته فيما يتعلق بالتظاهرات الحاصلة ضد الحكومة الجديدة برئاسة حسان الدياب نبدأ الحلقة ولكن بعد متابعة هذا التقرير لليوم الثاني بعد المئة تتواصل الانتفاضة الشعبية في لبنان ضد الطبقة السياسية الحاكمة ورفضا لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان الدياب الذي لم تلبي مطالب المتظاهرين في ساحات التظاهر وتحت عنوان لا ثقة بالحكومة الجديدة وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها القوى الأمنية انطلقت مظاهرات عدة أمس السبت في مناطق مختلفة في العاصمة بيروت متجهين إلى ساحة الشهداء وصولا إلى محيط مجلس النواب والسراي الحكومي الجدران العازل الموضوع على مداخل السرايا والطريق المؤدي للبرلمان أثارت غضب المتظاهرين فأقدموا على إزالة السياج الشائك الذي يحيط بالسرايا الحكومي وأطلقوا المفرقعات من فوق الجدار باتجاه العناصر الأمنية فسارعت العناصر إلى إطلاق خراطم المياه لإبعاد المحتجينة قبل أن تطلق القوات الأمنية الغاز المسيّل للدموع بكثافة لتفريق المحتجين وقبل عرضها على البرلمان الأسبوع المقبل لمنحها الثقة وسائل الإعلام المحلية قالت إن بعض الكثل النيابية البارزة قررت عدم منح الثقة لحكومة يدياب وطالبوا برحيلها وأحذرت الكثل النيابية في الوقت ذاته من مخاطر وضع لبنان تحت الوصاية الدولية في ظل استمرار حكومة دياب التي وصفوها بحكومة حزب الله فإلى أين تسير الأوضاع في لبنان في ظل استمرار الرفض الشعبي لحكومة حسان دياب وما هو موقف الحكومة مما يجري أمام السرايا الحكومي ومجلس النواب إذن تابعنا التقرير مشاهدين الكرام وكما تابعتم في هذا التقرير الاشتباكات عنيفة حصلت بين المتظاهرين وقوات الأمن التي أصبحت هذه النزاعات وهذه المواجهات اعتاد عليها اللبنانيون في الفترة الأخيرة خصوصا بعد هذه المواجهات التي خرجت أو هذه المظاهرات التي خرجت ردا أو رفضا لحكومة حسان دياب وعلى الوزراء العشرين وعلى هذه التشكيلة الوزارية وعلى هذه التشكيلة الحكومية بشكل عام التي أطلق عليها الكثيرون اسم حكومة حزب الله وحكومة الميليشيات وحكومة إيران أيضا إذن حول هذا الموضوع مشاهدين الكرام وحول أبرز التطورات في لبنان أرحب بضيفي الكاتب والمحلل السياسي اللبناني السيد لقمان سليم أهلا ومرحبا بكم معنا أستاذ لقمان بداية كيف تقرؤون المشهد في لبنان في ظل هذه التطورات وجملة التطورات والمعطيات الحاصلة خصوصا بعد المواجهات التي حصلت يوم أمس اليوم يعني بشكل عام هناك هدوء نسبي في ساحات التظاهر في بيروت وفي كل المحافظات ولكن يعني بشكل عام الشعب رافض لهذه الحكومة جملة وتفصيلا نعم اسمح لي يعني أن أبدأ بالتعليق على ما تفضلت به من الإشارة إلى هدوء نسبي صحيح بأنه لا مواجهات في الشارع ولكن هذا الشارع نفسه شهد منذ ليل الأمس وحتى ساعات الصباح قيام أجهزة الأمن والهندسة تابعة لها بنطب مكعبات وسواتر إثمنتية عازلة تعزل تفصل بين السراء مقر رئاسة الحكومة والبرلمان وبين ساحات المتظاهرين ولعل هذا التفصيل الذي يعني يحدث بصمت وإنما تحت أنظار الكاميرات يقول الواقع اللبناني كما هو اليوم فالسلطة التي تجاهلت مطالب اللبنانيين منذ 17-20 أكتوبر الماضي وحتى اللحظة بنصبها هذه السواتر الإثمنتية العالية بينها وبين الناس إنما تؤكد ما بات مؤكدا وهو أنها لا تبالي بهم وليست في وارد الاستماع إلى مطالبهم وأنها برعاية حزب إيران الحزب الذي جاء بالحكومة والذي يحميها مصر على المضي قدما ضاربا بعرض الحائط كرامة اللبنانيين ومطالبهم نعم اليوم كان حتى الساعة يوما هادئا إلى حد ما ولو أن التحركات لم تتوقف في بعض المناطق من مثل صيدة وطرابلس ولكن أظن بأن هذا الهدوء لا يعني على الإطلاق أن هناك ما يشبه الهدنة بين الناس وبين الحكومة الناس يستعدون اليوم الغد الذي سوف يجتمع فيه مجلس النواب بشكل غير دستوري للمحاولة المصادقة على الميزانية التي كانت الحكومة الساقطة قد أقرتها وبالتالي كل ثقة بأن الساعات المقبلة سوف تؤكد بأن اللبنانيين استردوا أن سفهم بعض الشيء خلال الساعات الماضية ولكنهم لم يتخلوا لا عن شعاراتهم ولا عن إرادة الاستمرار في التظاهر والإحتجاج طيب فيما يتعلق بهذه الجلسة التي أشرت إليها سيد لقمان يعني فتحت العديد من التساؤلات والأطروحات فيما يتعلق هل هي جلسة دستورية أم غير دستورية نحن لا نريد الخوض في موضوع دستير في لبنان ولكن وجهة نظركم فيما يتعلق بهذه الجلسة دعني يا سيدي أوضح الموضوع بأبسط شكل ممكن ويعني لعلي أنجح في ذلك الميزانية التي سوف تعرض على مجلس النواب في يوم غد هي الميزانية التي أعدتها حكومة الحريري وهي كما نعلم باتت حكومة مستقيلة وفي باتت حكومة في خبر كانة أما الحكومة التي يفترض أن تجلس في الغد في المقاعد الوزارية للدفاع عن هذه الحكومة فهي حكومة حسان الدياب الذي لم ينال ثقة المجلس النيابي بعد فنحن أمام مشهد أقل ما يقال فيه بأنه هزلي حكومة فقطت تعرض ميزانيتها على مجلس النواب وحكومة لم تنال ثقة تدافع عن ميزانية أقرتها حكومة فاقطة لا أظن أن الواحد مننا بحاجة أن يكون خبيرا دستوريا لكي يتبين حجم الهرطقة التي يحاول نبيه بره رئيس مجلس النواب وحليف حركة أمل وزعيم ميليشيا أمل أن يهربها في الغد ضمن أن وراء تهريبها ما يمكن أن يهدئ به من مطالبات المجتمع الدولي لمنظومة الحكم الفاسدة اللبنانية بأن تعي بأن الوضع بات خارج السيطرة وبأن عدم لحاق اللبنانيين بات حكما مسقطا لأهل السوق فيما يتعلق بالهدوء الحذر الذي تحدثنا عنه اليوم حتى الساعة برأيكم هذا الهدوء يعني ممكن أن يأتي بعده عاصفة غدا على أقل تقدير أو على أبعد تقدير يعني فيما يتعلق بهذه الجلسة ويعود المتظاهرون لقطع الشوارع وقطع كل هذه الطرقات منعا لوصول الوزراء والنواب أيضا لهذه الجلسة نعم لا شك عندي بأن الساعات المقبلة وحتى قبل الغد سوف تشهد عودة للتظاهر والإحتجاج وبأن يوم قد سوف يكون موعدا وطنيا يخرج فيه اللبنانيون حتى من لا يخرجون عرضا للتظاهر لأننا في الحقيقة أمام فضيحة بكل معنى الكلمة فضيحة بالمعنى الدستوري وإنما فضيحة بالمعنى الوطني أيضا فهذه الميزانية التي أقرتها حكومة سعد الحريري كانت أحد الأسباب التي أخرجت الناس للتظاهر فبالتالي نحن أمام ما يشبه تجديدا بصبع لما كان يوم 17-20 الماضي أكتوبر وكل ثقة بأن ما نسميه هدوءا في هذه الساعات ليس سوى استراحة المحارب الذي سوف يعود إلى الساحات والشوارع ويقول كلمته بأفضح ما يمكنه من لسانه طيب الحكومة من المتوقع هي في انتظار منح الثقة من قبل البرلمان كما تعلم والمقرر على ما أعتقد الأسبوع المقبل يعني لا أعلم صحح لي إذا كنت مخطئ لا لا يعني لا تاريخ محددا بعد ولكن من المخترط أن تعقد أن يعقد مجلس النيابي أو أن يحاول مجلس النيابي أن ينعقد لأعطائها الثقة في أي حال هذه الحكومة عليها أن تعد ما يسمى البيانة البيذاري وهي لم تنجزه بعد أي مشروعها وخطتها طيب وقبل يعني سيد لقمان أنا آسف على المقاطع ولكن يعني قبل الحديث عن منح الثقة اليوم بعض المصادر المحلية تحدثت أن هناك كتل بارزة في البرلمان يعني تحدثت وقالت أنها لن تمنح الثقة لهذه الحكومة الجديدة بل ستطالبها بالاستقالة في حال حصل هذا السيناريو هل تتوقع في البداية أن يحصل وفي حال حصل يعني ما هو السيناريو المتوقع يعني بصرف النظر عن التفاصيل اللبنانية اللبنانية دعنا نعود قطوطين إلى الوراء يوم انتخب هذا المجلس النيابي في أيار من عام 2018 قال الهالك قاسم سليماني بأن لحزب في المجلس النيابي الحالي حوالي ما يزيد على السبعين صوتا هذه الأصوات ما زال حزب الله يملك عليها ويملك التحكم بها وبالتالي فإن حصول الحكومة حسابيا على مجموع من الأصوات يؤهلها لأن تعتبر نفسها حائزة على ثقة البرلمان هذا أمر لن تضر أو لن تطفف منه مواقف بعض الكتل الأخرى التي لم تسمي في أي حال رئيس الحكومة الحالي ولكن السؤال الأساسي هل تكفي الثقة القانونية التي يمكن أن يمفضها مجلس النواب لهذه الحكومة لكي تكون حكومة شرعية معبرة عند طلعات اللبنانيين أظن وكل ثقة بأن لا فهذه الحكومة كما أي حكومة بحاجة إلى ثقتين اثنين لا إلى ثقة واحدة ثقة الشعب وثقة مجلس النواب والشعب قال كلمته وبالتالي فمجلس النواب بمنحه أو أصوات مجلس النواب التي سوف تنالها هذه الحكومة لو فتكون في حالة مضادة وفي حالة قهر لمطالب اللبنانيين وبالتالي هذه الحكومة قد تصبح قانونية من خلال مرورها على البرلمان ولكنها لن تتمكن من الحصول على الشرعية الشعبية شرعية الشارع يعني تقصد في هذا الكلام أن الشعب اللبناني والمتظاهرون في الشارع لن يمنحوا هذه الحكومة ثقة لو منحها البرلمان ولن تحصل على فرصة يعني أنت تعلم الوزراء الجدد طلبوا الفرصة من الشعب ولو فرصة واحدة لكي يعني يضعوا كما قالوا لبنان على السكة الصحيحة تماما ولكن يعني هناك مسألة ثانية اثنان أولا هذه الحكومة معيوبة في تكوينها في طريقة تشكيلها اللبنانيون باتوا مدركين جميعا بأن من شكل هذه الحكومة هم أمنيو النظامين اللبناني والإيراني وهم يرفضون هذه الحكومة من حيث تكوينها وتشكيلها أما بالنسبة لأعطاء هذه الحكومة فرصة فيعني دعني أذكر بما قاله المتنبع يوما وذاك أن الفحولة الضيضة عاجزة فكيف لا تنقط فإذا كانت كل الحكومات السابقة قد فشلت في الحيلولة دون انهيار لبنان فيعني من غير المتوقع أن تتمكن هذه الحكومة التي جئ بها مجيئة بوزرائها من كل واد عصى أن يفلحوا في أن تجري على أيديهم المعجزة وأن يخرج لبنان من أزمته علما أن هذه الأزمة كما نعلم جميعا لم تعد أزمة سياسية أو حكومية أو اقتصادية فقط إنها أزمة وجودية مدارها على أن الدولة اللبنانية أمنوعة من القيام بسبب الدولة وبسبب التدخلات الخارجية نعم أشكرك جزيلا شكرا على هذه الإضاحات الكاتب والمحلل السياسي اللبناني السيد لقمان سليم شكرا لك جزيلا على المشاركة معنا في هذه الحلقة إذن مشاهدين الكرام مستمرون معكم في المنتصف وفي الحديث عن تطورات المشهد اللبناني سنقوم بإجراء الفاصل قصير ثم نعود لاستكمال الحوار والنقاش فابقوا معنا أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مجددا مستمرون معكم في الحديث عن تطورات المشهد اللبناني أرحب بضيفي الذي انضم إلينا قبل قليل الكاتب والباحث السياسي اللبناني السيد ربيع حداد أهلا ومرحبا بكم معنا أستاذ ربيع أهلا بكم حياكم الله أهلا ومرحبا بك يعني كما تابعت في أبرز تطورات المشهد في لبنان اليوم هدوء يعني ممكن أن نطلق عليه هدوء حذر هدوء نسبي بعد ليلة عنيفة كانت بسبب المواجهات التي حصلت بين قوات الأمن والمتظاهرين يبدو أن الشعب يعني يوضح أوضح لهذه الحكومة أنها ساقطة يعني بغض النظر إن تم منحها ثقة أو لا هي ساقطة بنظر المواطنين نعم بسم الله الرحمن الرحيم تداء تحية لك ولمشاهدي القناة التاسعة في كل مكان أهلا ومرحبا بك الشعب الحقيقة أوصل صوته لهذه الحكومة عبر كل الوسائل المتاحة عبر كل وسائل التعبير عبر كل يعني الطرق والأسليب المؤثرة سلمية كانت أو حتى بالعنف يعني يعني حتى هذا العنف الحقيقة يعني هو محل نقاش يعني أنت الآن عندك أجهزة أمنية مدججة بالسلاح وبالرصاص الحي والرصاص المطاطي وعندك مجموعة من المتظاهرين يعني إن حملوا حملوا عصا أو حملوا حصا فيعني الحقيقة ما يرقى إلى كلمة عنف بمعنى العنف وإن كان يعني أريق الدماء بلا وجه حق وبالأساس أخي هؤلاء أعلنوها منذ اليوم الأول أنهم يريدون رحيل هذه السلطة بأكملها بكافة رموزها رحيل ليس فقط السلطة وإنما الطبقة السياسية هذه التي سيطرت على المشهد السياسي اللبناني يعني ثلاثة عقود من الزمن وهي التي تتحمل المسؤولية بشكل رئيسي عما آلت إليه الأمور سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ويعني من كل النواحي وإن كان يعني طبعا هناك بعض الأسماء وبعض الوجوه وبعض العوائل عندنا في لبنان مستفيدة مما أسميه أنا الديمقراطية الوراثية فنحن ما زلنا نرى مثلا الآن نرى أحفاد آل جميل في السلطة نرى أحفاد آل جميل في السلطة يعني هذه أسماء ترددت منذ فجر الاستقلال في لبنان إن صح أن نسميه استقلالا يعني أساسا فالناس أخي خلص ما بقي عندها شيء تخسرهم وهذه الطبقة الآن وصل التعنط والصلف فيها حد الإجرام يعني عدم اكتراث بأي من مطالب الناس علما أنهم يرددون في وسائل الإعلام وما بقي سياسي وهذا المفارقة العجيبة الغريبة ما بقي سياسي في لبنان إلا وقال نحن مع مطالب الشعب ونحن نؤيد أهداف الثورة وحتى وزير الداخلية الجديد تحدث وقال وتعهد بأن لا يوجد عنف مع المتظاهرين ولكن حصل عكس ذلك يعني الناس أصبحنا الآن في زمن وسائل تواصل الاجتماعي والهواتف الذكية ما عاد في شيء يمكن أن يخفى أو يخفى فالناس كانت تشاهد العالم كله يشاهد الذي يجري في شوارع لبنان وشوارع بيروت العالم كله شاهد لما أطلق الرصاص المطاطي على بعد خطوات وهو يعني مصمم لأمتار كثيرة وفي حالات قصوى يعني يستخدم وموجه مباشرة على الأعين وعلى الرؤوس على الرؤوس هذا يصبح قاتل والناس طبعا يعني كثير من الناس لا تعرف تسمع الرصاص المطاطي فتظن أنه فعلا مطاط لكن هو معدني هو فلاذ مغطى ملبس بطبقة من المطاط ممكن أن يقتل وممكن أن يؤدي إلى إصابات وعاهات مستديمة نعم فالحقيقة أنا أقول الأحوال وصلت في لبنان سواء عدم الاكتراث من الطبقة السياسية أو العنف والقمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية وصل حد الإجرام طيب أستاذ ربيع فيما يتعلق بهذا الجدار الاسمنتي العازل الذي أثار لغط كثيرا في لبنان أو في من يتابع هذا الملف على ماذا يدل هذا الجدار العازل وماذا تريد إيصال هذه السلطة الفاسدة للشعب هذا الجدار اندل على شيء فإنما يدل على فشل وخوف هذه السلطة وهذه الطبقة السياسية وتأكيدها أنها أصبحت لا تمثل إلا نفسها ولا تمثل إلا مصالحها مجلس النواب الآن أصبح محمية لا يستطيع أن يصل إليه حتى النواب أنفسهم طيب مجلس النواب والذي يسمى كذلك مجلس الشعب الأصل أن الجهاز الذي فيه يمثل الشعب وأنه انتخب من قبل الشعب وهو فعلا انتخب من قبل الشعب لكن هو نفس الشعب الآن يسحب هذه الثقة ويقول أنا لا أثق بأي نائب من النواب ولا بأي وزير من الوزراء ولا بأي رمز من رموز هذه السلطة الفاسدة ويعني أمهلناكم وصدقناكم في كثير من الوعود عبر سنوات عديدة جدا فما زادكم ذلك إلا فسادا وإلا تعنتا وإلا استباحة للمال العام وتحقيقا للمصالح الشخصية اليومين التساؤلات الكثيرة التي تطرح في لبنان وكل يعني في القنوات وسائل الإعلام هل هذه الحكومة فعلا قادرة على انتشال الوضع المأساوي في لبنان سياسيا واقتصاديا أيضا نعم والله المثل العام عندنا يقول المكتوبة بن أرى من عنوانه الحالة والظروف التي يمر بها لبنان المالية والاقتصادية والأمنية والسياسية ظروف دقيقة جدا وتحتاج إلى مهارات خاصة وتحتاج إلى خبرات خاصة ومنذ أن كلف حسان دياب مع احترامي لشخصه الرجل الحقيقة لا يملك أي من هذه المهارات ثم رأينا الحكومة والتي الأصل كانت أن تكون حكومة اختصاصيين أو حكومة تكنقراط جاءت فيها رائحة هؤلاء لكن القشور دون اللب من غير مضمون حسان دياب سمع حكومة إنقاذ وطن الحقيقة نحن بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني لكن هذه الحكومة يجب أن تأخذ شكلا مختلف تماما عن الحكومة الموجودة الآن هذه الحكومة التي أجمع العالم بأسره ليس فقط يعني الثوار على أنها حكومة اللون الواحد شكلها فريق معين في لبنان وهو الفريق المهيمن أصلا على لبنان وعلى القرار السيادي في لبنان وأعني تحديدا حزب إيران في لبنان هذه الحكومة التي الأصل كانت أن تخلو من أي اعتبارات طائفية وأي محاصصة طائفية جاءت مبنية بالكلية على المحاصصة الطائفية وحتى أنها أبرزت خلافات داخل الصف الواحد فيما يسمى بالمعارضة كان في لبنان وبقيت رهن الأدراج والدوليب إلى أن مورس شيء من الضغط على جبران بسيل وخرجت إلى النور لماذا لم يخرج حسن نصر الله أو حزب الله بشكل عام للتعليق على ما يجري اليوم في الشارع اللبناني وللتعليق على رفض الشارع والشعب لهذه الحكومة التي يطلق عليها الكثيرون بحكومة حزب الله وحكومة إيران نعم هو حسن نصر الله لم يخرج شخصيا لكن يعني أعوانوا وأذرعوا في الحزب خرجوا جميعا واتهموا كل من يعترض على هذه الحكومة ووصموهم بالعمالة ووصموهم بالسخافة يعني نعيم قاسم كان واضح جدا بخطابه بالأمس وهو يريد أن يعني يكذب أكثر ويقول أن هذه هي فعلا حكومة الإنقاذ وأن هذه هي الحكومة التي ستنتش اللبنان يعني مما يعنيه من مصائب في الاقتصاد وفي الأسواق المالية وفي القطاع المصرفي وفي الفساد الوزاري ويعني جملة أمور وهذه الحكومة حقيقة هي دون ذلك بكثير ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون حكومة إنقاذ حكومة الإنقاذ إن كانوا جدين فعلا أمامها مهمات محددة أولها سن قانون انتخابي جديد ومن ثم الإجراء والإشراف على انتخابات نيابية مبكرة من يعني كنتيجة للقانون الانتخابي الجديد فمتى ما أصبح عندنا فعلا مجلس نيابي يمثل لأن في الانتخابات الأخيرة الحقيقة المشاركة مشاركة اللبنانيين في الانتخابات كانت تكاد لا تذكر ضعيفة جدا فمجلس النواب هذا صحيح أنه انتخب من قبل الشعب لكن هو حقيقة انتخب من قبل أحزابهم ومن قبل مناصريهم وعامة الشعب الحقيقة لم يشارك في العملية الانتخابية لسبب بسيط وهو أنه فقد الأمل في أن هذه الطبقة السياسية تحقق له أي من طموحاته أو أهدافه خروج المتظاهرين في الشارع أو إلى الشارع من يومين الماضيين وحصول هذه المواجهات مع قوات الأمن والتعبير باليافطات ضد الحكومة وضد حكومة حسان دياب يعني ترسل رسالة للحكومة وللوزراء أيضا أن الشعب لن يمنح أي فرصة لهذه الحكومة بالتأكيد هذا واضح من حتى قبل تشكيل الحكومة وكان أوضح بعد تشكيل الحكومة لأن الناس كان الثوار قد هدأوا قليلا إلا أنه بعد أن أعلن عن تشكيل الحكومة الشارع انفجر في لبنان والآن طبعا الأولوية لدى الثوار ألا تمنح هذه الحكومة الثقة يعني كما هو معلوم الأصل الآن أن تكون الحكومة منكبة على كتابة ما يعرف بالبيان الوزاري الذي يطرح على مجلس النواب وبناء عليه المجلس يصوت على منح هذه الحكومة الثقة أو عدم منح الحكومة الثقة لكن المجلس نفسه الآن فاقد الشرعية وهو بحسب الثورة والثوار في لبنان لا يمثل مطامح أو طموحات الشعب اللبناني ومن هنا كان الحرص على الوصول إلى مجلس النواب وعلى تحرير مجلس النواب من احتلال هذه الطغمة الفاسدة له والتأكيد على إجراء انتخابات مبكرة تأتي بفريق جديد تأتي بأناس يعتبرهم الشعب ممثلون حقيقيون عن إرادته وعن مطالبه سنعود لاستكمال هذه النقطة تحديدا فيما يتعلق أيضا بالجلسة النيابية يوم غدا الموضوع الموازنة وما إلى ذلك ولكن اسمح لنا أن نرحب بضيفنا الصحفي اللبناني السيد محمد نمر أهلا ومرحبا بكم معنا سيد محمد مرحبا بك وربيب أطول المساعدين أهلا ومرحبا بك سيد محمد في البداية كما تعلم اليوم هناك حديث في وسائل الإعلام عن هدوء نوعا ما في الساحات والشوارع في بيروت وفي كل ساحات التظاهر هل هناك شيء مرتقب برأيك ما قبل الجلسة النيابية التي ستعقد غدا وطبعا لا يمكن لأحدا يتنبأ بحركة الثورة فهي تأخذ كل يوم شكلا يختلف عن الآخر فمرة تكون بقطع الطرقات مرة بالتوازد بالساحات مرة بالملاحقة بعض الأشخاص إلى المقاهي ربما في منع دخول النواب إلى مجلس النواب يعني هي تتغيى نظرا إلى تعدد الطبقات والثقافات الموجودة في هذه الثورة وبالتالي طبعا هناك خوف من لدى السلطة طبعا من أن تستطيع الثورة أيضا أن تنفذ ما سبق وقامت به بمنع النواب من الوصول إلى مجلس النواب في هذا السبب اتجهت هذه السلطة إلى إقامة جدران العازمة يعني نوعا ما تحاول أن تفرد سياسة أمر واقع وأن يتجه ممثل الشعب أي مجلس النواب إلى إعطاء ثقة لحكومة من الواضح أنها لا تلبي مطالب الناس بل هي حكومة أمر واقع حكومة مواجهة سياسية وحكومة مخاصصة بالنسبة إلى كل السوار نعم فيما يتعلق بهذه الجلسة النيابية غدا في إقرار الموازنة عام 2020 يعني كما تعلم ظهرت التساؤلات والأطروحات التي هي دستورية أو غير دستورية أنتم كيف تتابعون هذه النقطة تحديدا طبعا هناك رأيين في هذا الموضوع الرأي الأول أن هناك خشية من أن تتجه الدولة إلى قاعدة الأسنى عشرية وهذا طبعا في ظل طبقة فاسدة قد يتجهون إلى عمليات صرف غير واضحة والأمر الآخر هو أنه يجب أن يتم أولا إعطاء الثقة وبالتالي الذهاب إلى الموازنة ولكن بعيدا عن الموضوع الدستوري هناك عملية اعتراض واضحة على هذه الموازنة بعيدا عن كل ما تتضمنه ولكن اليوم خلال هذه الأشهر تغير كثيرا الوضع الاقتصادي في بزنان وبالتالي نحن نحتاج إلى موازنة تناسب الوضع الجديد تطرح خلول أو أرقام أو حسابات مختلفة ولهذا أيضا الشارع يقول لماذا على حكومة جديدة أن تأخذ موازنة قديمة لا تناسب الوضع الحالي للعام 2020 لهذا هناك خلط وفي الوقت نفسه هناك محاولة لوضع هذه العملية في التصويب السياسي بمعنى أن هذه الحكومة تتجه إلى إعطاء الثقة أيضا لهذه الموازنة القديمة وعندما يأتي الثوار بعد أشهر ليقولون لها أين الإنجازات فتقول لهم أنها موازنة للحكومة السابقة يعني أنه كل عملية الكفاق وعمل قياسي وانفصام عن الوضع ولن يختلف إلا بالانتقال إلى مرحلة جديدة عبر انتخابات نيابية وتقصير ولاية رئاسة الجمهورية وطالما هناك عهد يدعى عهد الرئيس مشارعون سيبقى لبنان على هذا المنوال وبالتالي لدينا مرحلة صعبة هناك مليار واضح في البلد من ناحية الاقتصادية وأيضا من ناحية السياسية ونخشى على الوضع الأمني بقضية الحالة نعم أشكرك جزيل شكر على هذه الإضاحات الصحفي اللبناني سيد محمد نمر شكرا لك على هذه الإضاحات وعلى المشاركة معنا في هذه الحلقة أعود إليك أستاذ ربيع فيما يتعلق بهذه الجلسة النيابية التي تحدثنا عنها يوم غدا ستكون لإقرار الموازنة هي موازنة الحكومة السابقة كما تعلم واليوم وغدا أقصد سيكون هناك حديث عنها الجدل بدأ فيما يتعلق بهذه الموازنة دستورية غير دستورية البعض يقول عنها دستورية البعض الآخر يقول غير دستورية أنتم من أي وجه نظر تروا هذه الجلسة هي يقينا غير دستورية لا يحق لأي حكومة أن تباشر بممارسة أعمالها قبل نيل الثقة من مجلس النواب كونها موازنة الحكومة السابقة المسألة هذه لا تخضع ممكن أن تكون موازنة الحكومة السابقة وتكون دستورية لا بأس إذا كان أقرتها هذه الحكومة وتبنتها هذه الحكومة لكن هي إلى الآن حكومة مشكلة ولا يحق لها أن تمارس أو تباشر الأعمال سيما في موضوع الميزانية والصرف وما شابه ذلك قبل نيل الثقة وإلا ما الهدف أصلا من وجود هذا البند في الدستور وهو أن تعرض الحكومة برنامج عملها من خلال بيانها الوزاري وبناء على هذا أما أن يمنحها ممثلو أو نواب الشعب الثقة وأما أن يحجبوا الثقة عنها فيعود الرئيس المكلف إلى المربع الأول ويعيد تشكيل حكومة جديدة حتى يعني يخرج ببيان وزاري مقبول لدى نواب الشعب فتمنح الثقة وتباشر أعمالها فجلسة الغد هي يقينا جلسة غير دستورية قد يحتج علينا محتج ويقول أوضاع البلد الآن تحتم هذا الأمر وهذه حكومة اختصاصيين وحكومة تكنقراط ولا بد أن تباشر أعمالها بالسرعة الممكنة لانتشال البلد من الأحوال التي يعاني منها طبعا هذا يتطلب قانون طوارئ معين حتى يصبح من الناحية الشكلية على الأقل نافذا لكن المشكلة هذه الحكومة لا هي حكومة تكنقراط ولا هي حكومة إنقاذ هذه الحكومة ينظر إليها الشعب وينظر إليها الثوار على أنها حكومة وكلاء عن أصلاء يعني هم أصلا ما بقي وزير إلا وخرج وشكر الجهة الداعمة له على الثقة التي منحته إياها وما شابهها هذا يعني يعتبر استغفاف بمطالب الثورة الشعبية في لبنان أنا أقول لك هذا التعنت وهذا الصلف أصبح الآن حد الإجرام أنت الآن الناس مئة يوم في الشارع أمس يعني الثوار يقول بكل معنى يعني بكل وضوح ما معنى ناكل ما معنى ناكل وثم تأتي وتحيط نفسك بجدران يعني معدنية أو جدران يعزل نفسه عن الشعب سواء كنت يا رئيس الحكومة أو يا رئيس مجلس النواب ماذا بقي لكم من الشرعية أصلا عندما تقوم بهذا الإجراء وأنت تدعي أنك تريد مصلحة هذا الشعب وأنك مؤمن بثورة هذا الشعب ومطالب هذه الثورة هذا خداع للناس هذا كذب يعني على راس السطح فيما يتعلق بهذه الجلسة لو نتابع معك ومع السادة المشاهدين هذه اللقطات لكلمة لزعيم أو رئيس حزب الكتابة اللبنانية سامي الجميل تحدث عن موضوع الجلسة النيابية الخاصة في إقرار الموازنة كان له كلمة صباح هذا اليوم نتابع جزء منها معك ومع المشاهدين الكرام فما نعود للتعليق عليها والشباب ما اعتبرين أنه الإصلاح هو للألفين وواحدة وعشرين كأنه لبنان عنده الإدراء اليوم يعود سنبة لإصلاح هذا تأكيد إضافة أنه هذه الحكومة ما عندها جنس الاستقلالية وفتكر هذا الشي كان واضح من خلال طريق إذن تابعنا مشاهدين الكرام جزء من كلمة رئيس حزب الكتاب اللبناني سامي الجميل أستاذ ربيع كما تبعت هناك تحفظ واضح وصريح من قبل سامي الجميل تتفق تختلف مع هذه الوشاء لا أنا أتفق معه من حيث عدم دستورية مناقشة الموازنة قبل منح الحكومة الثقة لكن هذا قد يكون كمين نصب للنواب بحيث أنهم متى ما وصلوا إلى مجلس النواب وأتمنى أن لا يصلوا وأتمنى أن يتمكن الثوار حقيقة من الوقوف حاجزا بينهم وبين هذه الجلسة وكل جلسة لأن هذا المجلس حقيقة فقد شرعيتهم منذ اليوم الأول الذي نزل الثوار ومنع النواب من الوصول إليه لكن في حال وصلوا إلى المجلس وعقدت الجلسة احتمال أن يكون هذا يعني يوضع تحت الأمر الواقع ويقال طيب ما بتكون تناقشه الموازني فلنطرح الثقة بالحكومة وقد يكون هناك بيان وزاري مستعجل تم صياغته الأيام الماضية لأنه طبعا خرجت الناطق الرسمي باسم الحكومة وزيرة الأعلام وقالت أنه نحن يعني نريد كتابة البيان ننتهي من موضوع البيان الوزاري بسرعة ودون تسرع هذه العبارة التي استخدمتها فاحتمال أن يكونوا قد أنجزوا البيان الوزاري وأن يفاجأ النواب غدا بالبيان الوزاري ومن ثم طرح الثقة ومن ثم مناقشة الموازنة وكل طبعا تحت حجة أنه الوضع ما بيحتمل ويعني وأنتم إن لم تقروا هذه الموازنة طبعا وإن لم تقروا هذه الموازنة فأنتم تساهمون في دمار البلد ومن هذا الكلام يعني علما أنه أنا مع احترامي للجميع كلهم بما فيهم النواب الآن ليس لهم شرعية وليس لهم ثقة من الشعب والشعب يريد رحيلهم بالكامل الحكومة والمجلس النوابي ورئيس الجمهورية ويجب أن تتلخص المطالب في هذه المرحلة بهذا فقط أن يرحل هؤلاء وأن يكون هناك إما مجلس حكم وإما هيئة تأسيسية وإما يعني رئاسة دورية لفترة انتقالية قصيرة جدا تنجز موضوع القانون الانتخابي الجديد وتنجز الانتخابات الجديدة وبعدها يعني يصبح هناك مجلس نواب جديد ينتخب رئيس جمهورية جديد ورئيس جمهورية يكلف رئيس حكومة ولكن هؤلاء كلهم سيكونوا على الأقل هذه المرة إن لم يكن كلهم فالسواد الأعظم منهم سيكونوا فعلا ممثلين لإرادة الشعب لأنه إذا تمت الانتخابات النهابية المبكرة توقع التوجه إلى صندوق الاقتراع سيكون رقما قياسيا في تاريخ لبنان حقيقة طيب فيما يتعلق بمنح ثقة لهذه الحكومة يعني هو كان متوقف في الأيام القليلة المقبلة أنت تتحدث أنه ممكن غدا أن يتم هذا الموضوع هناك حديث يعني وكلام في وسائل الإعلام المحلية في لبنان عن أن بعض الكتل البارزة في مجلس النواب يعني سترفض منح ثقة للحكومة بل ستطالب أيضا بإيقالة هذه الحكومة في البداية أو أولا يعني هل تتوقع ذلك وفي حال حصل ذلك ما هو السيناريو المتوقع يعني قلت هناك احتمال أن يكون يعني أن يطرح موضوع الثقة في الحكومة بجلسة الغد وأنا أتوقع أن النواب سينقسمونها تماما على الخطوط التي انقسموا عليها بان تسمية حسان دياب فهم يملكون الأكثرية التي تمنح الحكومة الثقة نفس الأكثرية التي أدت إلى تسمية حسان دياب بعد الاستشارات الزمية التي أجراها رئيس الجمهورية فانطرح موضوع الثقة إلا أن يكون هناك تغير في مواقف الكتلة التي تمثلها هذه الحكومة كتلة اللون الواحد وهي الكتلة التي يهيمن ويسيطر عليها حزب إيران هذا شيء وارد متوقع أم أنه مستبعد في الفترة الحالية أظنه مستبعد في هذه الفترة لكن لبنان بلد المفاجآت والمثل العامي بلد كل شيء يصير فممكن أن نرى مفاجآت لكني أستبعد ذلك وأعود وأكرر أني أتمنى أن لا تعقد هذه الجلسة وأن لا تعقد أي جلسة لمجلس النواب الفاقد للشرعية قبل رحيل وإعلان استقالة رئيسه نبيه بري ورئيس الجمهورية ميشيل عون وأخذ البلد فعلا إلى حيث يريد الشعب وإلى حيث تريد هذه الثورة وأن نبدأ مسيرة الإصلاح من البداية من الأساسات المتينة التي يمكن أن نشيد عليها بناء الدولة البعيدة عن المحاصصات الطائفية التي أدت بنا إلى هذا في أبرز ردود الفعل يعني الدولية على هذه الحكومة كان الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون هنأ الرئيس ميشيل عون على تشكيل الحكومة وأعرب عن أمله في أن تعمل هذه الحكومة على تحقيق مطالب الشعب اللبناني برأيكم يعني ردود الفعل الدولية إن كان من الولايات المتحدة بعد تشكيل الحكومة واليوم من الرئيس الفرنسي ردود الفعل الدولية إيجابية أم سلبية على هذه الحكومة بتصوركم لا لا هي بالعكس يعني الموقف الأمريكي كان واضح أن هذه الحكومة لا تمثل مطالب الشعب اللبناني وهي بالعكس هي حكومة وهكذا يعني اسموها هي حكومة حزب إيران نعم فكانوا واضحين في هذا الكلام وهي فعلا كذلك يعني ماكرون وكأنه يريد أن يوحي بأننا سنمنح هذه الحكومة فرصة لكن ضمنيا كل من له أدنى اطلاع متابع للشأن اللبناني يدرك تماما أن الأمور بلغت حدا لم تعد تنفع معه هذه الخزعبلات خلينا نسميها السياسية وهذه المسرحيات والأفلام المحروقة نحن فعلا بحاجة إلى مجموعة وفريق من الوزراء من أهل الاختصاص والخبرة والدراية والحنكة يشمرون عن سواعد الجد ويدخل المعمعة يعني البدء في إيجاد حلول عملية لانتشال لبنان من الوضع الخطير الذي وصل إليه اليوم هذه الحكومة ما المطلوب منها لاستجلاب الدعم المالي يعني الدعم المالي تحدثت عنه الولايات المتحدة والدول الأوروبية أنه مرتبط بالإصلاح ما هي يعني دعنا نسميها كلام الحكومة أو وعود الحكومة الجديدة بالإصلاح إلى أي مدى ممكن أن تقدم هذه الإصلاحات للمجتمع الدولي يعني نحن حتى هذه اللحظة ما سمعنا إلا كلام محاربة الفساد محاسبة الفاسدين استرجاع الأموال المنهوبة التأكيد على يعني إصلاح قطاع الخدمات في الدولة توفير الماء الكهرباء الأمن إصلاح الطرقات وما شابه ذلك من المسائل التي يعني متوقعة من أقل حكومة في أقل دولة في العالم يعني لكن سألتني عن موضوع استجلاب الدعم الخارجي الحقيقة من أهم الشروط في هذا هو أن تكون هذه أن تنهل هذه الحكومة ثقة الشعب وإلا فنحن ما فعلنا شيء يعني وهذا كان واضح من اليوم الأول أن هذه الحكومة كمن يعني صب الزيت على النار الشارع انفجر في يعني تعبير عفوي عن رفضه لهذه الحكومة التي جاءت يعني موافقة للمحاصصة من ضمن الفريق الواحد ونحن يعني اللي بيجرب لمجرب بيكون المخرب حقيقة ما نجد أي فرصة لهذه الحكومة ولا نجد لها أي مصداقية ولا نعول عليها الحقيقة في يعني انتشال لبنان وفي إيجاد الحلول الجذرية والضرورية والعاجلة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان نعم الآن يعني قبل أن نختم معك في آخر الدقائق المتبقية أستاذ ربيع نتابع معك ومع السيد المشاهدين بعض التغريدات على موقع تويتر نعم ونبدأ في التغريدة الأولى مشاهدين الكرام لزياد كتب فيها هذه الجدران وضعت لمحاصرة المتظاهرين في جهة واحدة والانقضاض عليهم بالمياه والعصي والمسيل خطة إصلاحية راقية من هولاكو القصر الحكومي الجديد حسان الدياب أما التغريدة الثانية لدوجا كتبت وقالت فيها ساحة رياض الصلح بعد يومين على تشكيل الحكومة أكثر من نصف الساحة أصبح قلعة لحسان الدياب والقبضة الأمنية تشتد تهديد بالاعتقال أو باعتقال جميع المتظاهرين وشنوا قمع ضد الأطفال ومن معه ماسكات غاز حكومة الوكلاء والوصاية لا تريد سماع الناس ولا حتى رؤيتهم أما التغريدة الثالثة ليمنى فواز كتبت فيها رئيس الحكومة حسان الدياب الذي أتى مخالفا لرغبة الشعب نقل مسكنه وعائلته إلى الصراع الحكومي المواجه لساحة الثورة دون الاكتراث للاستفزاز الذي يشكله بوجوده الدائم بوجه الثوار عاد أنه لم يأخذ ثقة مجلس النواب بعد كما لم يسبق له أو لم يسبقه أحد من السابقين على السكن وكأنه يعيش نشوة القصور والمنصب أما التغريدة الرابعة لسلمان عندري تحدث وقال فيها رفعوا الجدران في كل مكان يريدون حماية أنفسهم من الشعب قالوا إنها حكومة المنتفضين لكنها ببساطة حكومة فصل بين الناس حكومة ملونة بمزيد من الاستغباء وعدم الاستماع لمطالب وصرخات الناس حكومة لون واحد حكومة جدران ودومة يسقط هذا النظام الذي حول قلب بيروت لساحة حرب سلطة تخاف شعبها أما التغريدة الأخيرة مشاهدين الكرام لشرب الرستم تحدث وقال فيها كيف لحكومة تدعي الإصلاح والإنقاذ أن تتبنى موازنة وضعتها الحكومة المخلوعة التي أوصلتنا إلى الانهيار إذن أستاذ ربيع هذه التغريدات كانت من صلب واقع ما تعيشه لبنان في هذا اليوم تحديدا وما يتعلق بالموازنة وأيضا بموضوع منحة ثقة لهذه الحكومة كيف تعلق على هذه التغريدات ونختم بها الحلقة نعم هي تغريدات تعكس واقع الشارع وواقع الشعب ورأي الشعب بهذه الحكومة وبرئيسها وأخي دون مواربة وبكل وضوح هذه الحكومة إنما جئ بها بهدف واحد وهو وإخماد هذه الثورة لكن بإذن الله هذه الثورة مستمرة ولن يستطيع أن يكمم أفواه الشعب بأسره خرج منطفضا على الظلم خرج منطفضا على الفساد خرج مطالبا بأدنى حقوقه وبأدنى مقومات العيش الكريم في بلد الأصل فيه أن يكون هذا متاح وهو الديمقراطية الأقدم في الشرق الأوسط لكن للأسف بسبب فساد الحكومات المتعاقبة والفساد الذي تفاقم خلال العشر أو خمسة عشر سنة الماضية هذه الحكومة الشعب ينظر إليها نظرة واحدة وهي إنما جئ بها لتكمم الأفواه ولتخمد هذه الثورة المباركة أشكرك جزيل أشكر على تواجدك معنا في هذه الحلقة الكاتب والبحث السياسي اللبناني السيد ربيح حدد شكرا جزيلا على المشاركة معنا في هذه الحلقة كما أشكر مشاهدين الكرام كل من شاركنا عبر الهاتف السيد لقمان سليم الكاتب والمحلل السياسي اللبناني وأيضا الصحفي اللبناني السيد محمد نمر أشكرهم جزيل الشكر على المشاركة معنا والشكر لكم موصول على حسن وطيب المتابعة وصلنا لختام هذه الفقرة الأولى من برنامج في المنتصف فاصل قصيري أصحبكم معه بعده الزميل حسين أبو شمالة في جولة الصحافة فابقوا معنا اشتركوا في القناة